أقول فضيلة الشيخ أفقكم الله هل في موافقة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله للوليد في إدخال الحجرة في المسجد وكذلك إبقائه لها في أثناء خلافته هل في ذلك حجة لهؤلاء القبوريين الحجرة لم يبنى المسجد عليها حتى يحتجوا بها الحجرة مبنية للسكنة ما بنيت لأنها مسجد مبنية للسكنة والمسجد مبني للصلاة وكانت مجاورة للمسجد أخطأ الوليد في إدخالها فيه وخالف الخلفاء الذين من قبله كانوا يوسعون المسجد من جهة الغرب ومن جهة الشمال ويتركون الجهة الشرقية هو أخطأ في هذا وعمر إنما هو منفذ هو أمير للوليد فما يسعه إلا أن ينفذ أوامره وليس في هذا حجة نعم